برحب بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد النهاردة هنتكلم فيه عن بورج القوس الناري وهنتكلم عن من هو الشخص القادم في حياة بورج القوس الناري الفترة القادمة اول حاجة عايزة اشكركم بالجد على كل الكمنس الحلوة تهيلي قبل الفطار يعني اخجلتوا انت وضعنا وشكرا كل الناس اللي قالوا لي ان المايكاب بتاعي شكله حلو يعني يعني ما بوضة بعض احط مايكاب وكدا عادة اصلا ما بيجي اصور ببقى ما تشوفوش شكل يا جماعة ببقى طالع من بقى يلا ما علينا طيب النهاردة هنتكلم عن بورج القوس فالفيديو مخصص للأبراج النالية قولولي بقى لفترة جاد هنتكلم عن بورج الجوزاء او الاسد او الدلو اختاروا دلو جوزاء اسد اختاروا بورج من الأبراج التي او الجديد بحبكو جدا جدا طيب بورج القوس من هو الشخص القادم في حياتك الشخص القادم في حياة بورج القوس هو شخص اول حاجة عنده كاريزما شخص كاريزماتيك جدا جدا شخص جذاب شخص بيهتم بشكله بيهتم بستايله قوي قوي شخص شيك بالبسكويس شكله حلو وهو بورج القوس على فكرة من الأبراج اللي بيهتم او بالشكل او بيتم بمظهر او بيهتم بألوانك هما بيحبوا الناس البشوشة بيحبوا الناس المتفاقلة وهذا الشخص بشوش ومتفاقل محبوب جدا جدا الشخص القادم في حياة بورج القوس الفاترة القادمة بيفكر في مستقبل بطارية متفاقلة بيفكر عنده نظر التفاقل للمستقبل يعني دايما بيشوف نص الكبال مليان ودي صفا حلوة جدا على فكرة الناس المتفاقلة من الناس اللي بتحببنا في الحياة فيا بخت ويا سعدوا اللي هيقابل شخص يعجب بيه ويكون شخص متفاقل طيب ايه الحاجات المميزة في حياة هذا الشخص من الحاجات المميزة في هذا الشخص زي ما قلت انه هو متفاقل محب للحياة بيفكر في المستقبل هو شخص كثير التفكير يعني بيفكر كتير جدا 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 مش شخص هوجائي او مندفع او متسرع يعني هو الحتة دي مش زي بورج القوس معروف ان بورج القوس بورج شوية مندفع شوية متهور شوية يعني بيجرع بيتشقلب على طول لا هذا الشخص شخص ده شخص نقي تلقائي جدا اللي في قلبه على لسانه مش لقيم بالمرة يعني هو مش شخص لقيم خالص بالعكس هو شخص ولا خبيث هو شخص اللي بيحس بيه بيقوله شخص تلقائي جدا شخص عفوي جدا 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 اوكي الحاجة التانية برضو انه هو شخص زي ما قلت انه هو بيفكر في المستقبل بيفكر بعقله شخص منطقي هو لو احنا هنقول هو شخص عقلاني او شخص يعني رومانسي او بيفكر بقلبه لا هو بيفكر بعقله اكتر بكتير جدا وهو شخص جذاب هيقدر يجذب بورج القوس طيب ايه صفاته الشكلية انه هو زي ما قلت شخص جذاب جدا محبوب جدا جدا ناجح عنده يعني ناجح في شغله ليه قيمة في شغله ليه ليه مركز في شغله فهو شخص ليه قيمة في الحياة ليه طيب يا جماعة بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان فيديو يصل اكبر عدد من المتابعين وبليز تقولولي بقى تتفرجوا عليها من من فين وقولولي انت برج ايه طيب هتقابل الشخص ده ازاي ان شاء الله بإذن الله بصولي تقول لكم جماعة تفقلوا بالخير تجدوا انت هتقابله لما تكون مستعد لما تحس انت تتحررت من الماضي لما تحس ان انت نسيت الماضي لما تحس ان انت عندك استعداد ان انت تقابل شخص جديد لما تحس ان انت خلاص انت الماضي بحزنه بزعله بالحاجات دي خلاص انت مستعد وطقتك مستعد ان انت تقابل شخص جديد تقابل شخص مختلف تقابل شخص يعني تحس ان انت عندك الامكانيات المادية والامكانيات النفسية والامكانيات التلقائية ان انت تقابل هذا الشخص هؤلوك الابراج في نهاية الفيديو وبرضو شخص دي مجلس اكثر متسرع زيك يعني هبقى اكثر اوه عقلان بيخاف على منظره خاف على شكل جدا طيب شخص ده تقدر تتعرف عليه ازاي ممكن تتعرف عليه عن طريق هذا الاصدقاء يعني شي شخص او هتقابله صدفة هتقابله صدفة في مكان ما او صديق مقرب اليك يعرفك عليه او تتقابله على مواقع التواصل الاجتماعي تتقابله في مكان صدفة يعني موضوع مش هيبقى مرتب لي اوكي طيب ممكن يكون بيشتغل ايه ممكن يكون بيشتغل مدير في شركة هو شخص ليه وضع اجتماعي او يكون بيشتغل في حاجة ليه علاقة بالسفر بالطيران بالفايننس بيشتغل حاجة ليه علاقة بالمالية شخص بيشتغل شغلانة ليها قيمة شغلانة مهمة شغلانة ليها 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 ذات يعني طيب ايه نصحتي البرجة القوس الفترة القادمة عشان يقابل الشخص ده او ايه مع الشخص ده الشخص ده ادي له قيمته ادي له بروستيجيو حسسه بقيمته هو شخص بيحب الاهتمام على فكرة ويحب حد يدقوله كلام حلو يحب حد يثني عليه وكمان هو شخص كريم نستقلوك ان هو شخص كريم جدا جدا شخص ده بيتمايز بالكرم سواء كريم في الفلوس والمال او كريم في صفاته في حنانه في وقته فهذا الشخص يتسم بالكرم الشديد شخص كريم جدا 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 اه ماما كل الناس عملت قولي انت شبه مامتك خالص ده بيقولي اه انت شبه مامتك ده بيقولي انت شبه مامتك اوكي بص مامتك يا جماعة عادة فهي فعلا هي شبهي في واحد كتب لي شقيق علي ابو رقفت بيقولي انت لكاكة قوي ومملك جدا والله عظيم طب ما حدش قالك حبيبي تضربك على ايدك شان تتفرج علي ده انت انت لشخص غريب جدا وفر وفر وقتك اه طيب نرجع لبورج القوس هارجع لبورج القوس هارجع لبورج القوس هارجع لبورج القوس خليك كريم مع شخص ده اهتم بي اهتم التفاصيله اسأل عنه قدمه الدعم النفسي هزا الشخص يستحقه شخص جميل جدا شخص يصفات كتيرة حلوه شخص صعب ان انت تقابل زيه بابا انت وصلت للجزء الكام انا اه انا لسا نخلصتش اول مرة انا لسا نخلصتش اول مرة يا جماعة احكولي وصلت للجزء كان في قراءة القرآن الكريم انت عارفين من اول بكرة نبتدي في العشرة الاخر من رمضان، اهتموا بقراءة القرآن الكريم واصلوا قيام الليل ولو ينفع تصلوا في المسجد ياريت تروحوا تصلوا في المسجد يعني يهتموا جداً جداً بالحاجات دي طيب نرجع لبورج القوس الشخص ده زي قلت العالم مميز انه هو شخص محبوب شخص مميز شخص جدع شخص الناس بتحبه فيه لوجه القبول عيوبه انه هو عصبي جداً 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 ولما بتعصب بيبقى شرق يعني يعني بتحول فالشخص ده لما بتعصب بتحول وبقى يعني ممكن يقول كلامي دايما ممكن يقول فهو يعني زي اتقي شرر حليمي إذا غضب ده رقم واحد رقم اتنين انه هو شخص غيور شوية يعني هو شخص عنده حب تملك هو غيور زيك يعني فهو بيغير كمان وشكاك قوي قوي فاحذر من هذا ازيه الصفات الموجودة في الشخص ده انا شايفة انه هو ان شاء يعني هيدخل في حياتك قريب لما تكون انت مستعد نفسين او مستعد روحيا طيب الناس المرتبطة الناس المرتبطة عايز اقول لكم ان انت الشخص اللي انت مرتبط بي ممكن يكون فيه فترة عند ما بينك ومين البرتر بتاعك او تباعد وللأسف ممكن يكون فيه طرف ثالث في الحياة بورج القوس فاحذروا من طاقة الضرف الثالث القراءة دي مدتها ثلاث شهور باشكركم يا رب الفيديو يكون عجبكو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو بصر اكبر عدد من المتابعين او قلولي تفرج علي من فينه انت بورج ايه بس عايز اقولك يا بورج القوس يعني انا عايزاكو تتحرروا شوية من ماضي تتحرروا شوية من طاقة شخص اللي انت قريدي انفصلت عنه فكر بايجابية فكر في المستقبل فكر لقدام ما تبصش ورك او قلولي تحبوا ان اتكلم عن بورج ايه اي لاو فيو قول بحبوكو جدا جدا بشوفكو في فيديو تاني باي انا فعلا بورج العذراء تانكيو باي باي باي